يعني مو كل بيرنج اسمه بول بيرنج السلام عليكم وياكم هاي ثامر اليوم راح نحتي عن البييرنج او البول بيرن او البور بيرن او الرومان بيلي او البلية هذا ان يكون لهم تسميات لتطبيق البيرنج جاية من كلمة انجليزية انه يقول لك حتى تتحمل شي ثاني البيرنج فالبيرنج هو طريقة وصل بين جزء متحرك وجزء ثابت الغرض من عنده تقليل الاحتكاك فمثلا اذا انا عندي هاي الحركة بدأ لسطح كامل على سطح كامل ممكن اخلي عدة اصابع واسويهي تشي نفس الحركة فاللي تغير هنا شنو تغيرت مساحة الاحتكاك فبدأ للا كانت سطح على سطح كامل صارت نقاط صغيرة فهذا راح يصير تقليل الاحتكاك البيرنج بيه عدة تصنيفات تصنيفات من ناحية الشكل وتصنيفات من ناحية العمل فمثلا عدنا الرولنج بيرنج يعني شنو يعني مو مادتين وعدنا بياناتين اكفت اجزاء تدحرج سواء كان الصجمة اللي هو يسمونه البول بيرنج او شون الصلندر سواء كان شيفير او صغير فالصغير يسمونه النيدل على اساس ان هو يصير شون الابرة رفيع او الصلندر بيرنج هذا شنو هذا من ناحية شين اللي يصير بداخله هذا يسمونه الرولنج بيرنج بعد عدنا ببدا لهذه الاشياء اللي تدحرج مثل الصجمة او الصلندر ممكن يكون عندنا فلود سائل وهذا يسمونه جورنال بيرنج لاحظ Осيحنا عدنا رولة هذه نوعين مهمات موجودة أكثر في السيارات. هناك أنواع مثل مغناطيس أو غيرها لا يوجد علاقة بها. ثم ذكرنا الوية الرولنج وقالنا بأنه يكون بول بيرنج طوبات أو نيدل أو سلندر. وهذا الشيء الذي يفتر بين هذه الأجزاء حسب شكله سيصبح اسمه. مثلا يصبح البول بيرنج العدل. هذا العدل يسمى البلين أو البول بيرنج عادي. يصبح عندك مائل بزاوية هذا يسمونه التايبر. هذا الفكرة مالتا أنه يتحمل قوة مائلة. يعني باتجاهين بينما البول بيرن العادي بالعادة يتحمل بس حسب اتجاه الحركة مالته. بينما هذا من يميل هيتشي هو يفتر. رح يصبح عنده قوة ممكن أنه يتحمل من اليمنى ومن فوق. هاي اليمنى. ماذا جاء شوفوا هاي مننت وليس رأي. المهم فالفكرة أنه الزاوية مالتا حتى تحول فتقوة معينة. هذا أيضا موجود بالسيارات. وخاصة السيارات اللي يتكون حمل وكبيرة. لأن يتحمل وزن أكثر. أكثر من البول بيرنج العادي. بعد عدنا البيرنج اللي يتحمل وجه بوجه. هذا يسمونه الثرست بيرنج. الثرست بيرنج. اللي هو ياخذ من الوجه للوجه. هناك شغلات مثلا من يريد يضبوها. يضبوها حتى ما يصير ضغط على البرغي. حسنا نشوفكم كل الأنواع هاي حسب اللي موجود عندنا طبعا. نأتي هسا على كل نوع وين موجود. الجورنال بيرنج موجود بالكرينك اللي هو اليطاغ. اللي يصير هو قاوس. وبداخله فد ثقب. بحيث من خلال هذا الثقب راح يمر الزيت ويحاوط الكرينك. فيفصل بين الكرينك واليطاغ. بالكرينك أيضا أكون ليصير أقواس جانبية. هاي حتى تمنع حركة الكرينك الجانبية. هذا يعتبر ثرست بيرنج. فلاحب بس الكرينك بجورنال بيرنج اللي هو من خلال الزيت. وعدنا من الجوانب مال الكرينك اللي هي الثرست بيرنج. بعد عدنا هذا النوع اللي هو قلنا التيبر. هذا يكون دائما موجود بالأشياء اللي تحتاج حمل عالي. فمثلا هذا طلعناه من غير أوتوماتيك. هذا الثرست بيرنج أيضا طلعناه من غير أوتوماتيك. لأنه يصير مجموعات. يصير ناس فوق ناس. فيحاول يفصل بياناتهم بهذا النوع من البيرنج. هذني كل الموجودات تقريبا بالغير الأوتوماتيك. فالصخة الثاني غير السيفية. هتسوي فيديو على تفسيق الغير. لكن أجدت الفكرة أنه نحكي على البول برنات أو البيرنج. هذا هنا الويل بيرنج هب. اللي هو مجموعة البيرنج مع الويل. فلاحظ يكون عادل. الويل ما بيحركة بزاوية أو فتش. إلا جماعة الدريفت. فبزرعة ما يكون هذا كافي وجيد. وأيضا عندنا هذا الجورنال بيرنج. اللي هو هذا الشيفت. صاير بيه فتحات هي منعدها يمر الزيت. هنا زيت الغير. وهذه الأماكن هي اللي راح يصير نقطة التماس مادة البيرنج. وهذه كل الأنواع اللي متوفرة عندي حاليا من البيرنج. فملخص كلامنا هو. البيرنج هو طريقة ربط بين جزء متحرك و جزء ثابت. الغرض منعدها تقليلي لحتك ياك. البول بيرنج هو نوع محدد من البيرنج. البيرنج هو بول بيرنج. وهذا كان كل اللي عندي و شكرا في مالا.